موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من فناة السعودية والبداية بالعنوين المملكة تؤكد على وحدة وسيادة الأراضي العربية وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد من بقاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية وزارة الحج تعلن أن نسبة الحجاج من المقيمين ستكون سبعين بالمئة وأن الاختيار يحدد بالمعايير الصحية موسيقى ووزارة الصحة تؤكد أن عدداً من مصابي كورونا استفادوا من علاج بلازمة الدم للمتعار موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أكدت الدول العربية والصين على أهمية زيادة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل في قتام أعمال دورة تاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ووافق الجانبان على أو في عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب والترحيب بالصدافة المملكة لها على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين وأكد مجددا على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم تدخل في الشؤون الداخلية واحترام ودعم جميع الدول لاختيارتها وأكدت الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ودعم مواقفها من ملفي تايوان وهونغ كونغ ورفض التدخل في الشؤون الداخلية واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض مخططاتها بشدة لضم أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة واعتبر تنفيذها تصعيدا خطيرا كما أدانا جميع الأعمال التي تستدف أمنة وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى وقد شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي الصيني وقال وزير الخارجية خلال كلمته أن المملكة تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم تدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة إن التعاون العربي الصيني يزداد قوة ورسوخا وتنوءا بمورة العيام ويستند إلى قواسم مشتركة من احترام الطرفين لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وسيادة واستقلال الدول والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية والرغبة المشتركة في توسيع وتعميق مجالات التعاون بما يحقق مصالح الأمتين العربية والصينية وليس غريبا أن موقف الصين والدول العربية كثيرا ما تكون متجانسة في المحافل الدولية خاصة لجهة ترسيخ تعايم الأمن والسلم ورفاء والنماء لجميع المشعوب واحد ثمرات هذا التعاون هي الجهود المشتركة لمواجهة تداعية جائحة كورونا المستجد الإخوة الكرام تؤكد المملكة العربية السعودية على وحدة وتسيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة لذلك تدين المملكة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية تلك التدخلات التي تلعب دورا تخريبيا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة وتأجيجها للانقسامات الطائفية والعرقية هذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي وتجدد دولنا العربية التأكيد على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة وتثمن عاليا المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني والمبادرة السلام العربية وحل الدولتين وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية علاقات صداقة متنامية تتطور في كافة المجالات وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة إن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة وتمثل 13% من مجموع صادراتنا و15% من مجموع والداتنا ويتبنى البلدان داخل مجموعة العشرين نهجا إيجابيا يدعم الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وإذ يمثل اجتماعنا اليوم خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة فإننا سنسعى قريبا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستصدفها المملكة العربية السعودية بإذن الله صرح مصدر مسؤول في هيئة رقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي القضية الأولى إيقاف عدد ثلاثة موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها غسل أموال وقيام أحدهم بتحويل جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه البنكي داخل المملكة وكذلك قيام الشركة الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع المدراء التنفيذيين بها دون علم الشركة السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات المستغلين مناصبهم الوظيفية كما قام أحدهم بالحصول على مبالغ مالية رشوة تصل إلى ثمانمائة ألف ريال من موردين داخل المملكة مقابل ترسية عقود توريد لمصالحهم من الشركة السعودية للكهرباء القضية الثانية إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغ ثمانين ألف ريال رشوة من عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة وكذلك قيامه بطلب نسبة عشرين بالمئة من قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات التشغيلية مستغلا نفوذه الوظيفي القضية الثالثة بالتعاون مع وزارة الإسكان تم إيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعملوا بأحد القطاعات العسكرية والآخران يعملان مقيمين عقار بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان والسغلالهم ذلك لمصلحتهم والتواصل مع أصحاب العقار والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم القضية الرابعة إيقاف طبيب بوزارة الصحة في إحدى مناطق المملكة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفيروس كورونا بالتلاعب ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة وذلك بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة ومن ثم قام بتهريب ذات العائلة إلى منزلهم قبل شفائهم من الفيروس مستغلا نفوذه الوظيفي القضية الخامسة إيقاف موظف بوزارة التعليم لقيامه بإهام المواطنين بقدرته على التوظيف وطلب مبالغ مالية الرشوة عن كل طلب توظيف القضية السادسة إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر نقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول القضية السابعة بالتعاون مع وزارة الداخلية الأمن العام تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية رشوة من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات منع التجول مستغلا طبيعة عملي القضية الثامنة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم إيقاف خمسة من موظفي الجمارك بأحد المنافذ البرية لقيامهم بالتزوير والرشوة من خلال استغلال نفوذهم الوظيفي بالتلاعب بالأوامر والتعليمات وذلك بتدوين أسمائهم بما حاضر ضبط العمليات تهريب غير مشاركين بها للحصول على مكافآت مالية بلغت 264 ألف ريال القضية التاسعة بالتعاون مع النيابة العامة تم القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ 30 ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه 110 ألاف ريال رشوة مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة القضية العاشرة قيام رجل أعمال يملك مستشفى بإحدى المحافظات بالتحايل على النظام من خلال مخالفة الأوامر والتعليمات التي تهدف لتقديم الدعم للعاملين بالقطاعات الخاصة والمتأثرة بأزمة كورونا وتقليل أثر الأزمة المالية ساند وحصولهم على مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال القضية الحادية عشر بالتعاون مع وزارة الداخلية الأمن العام تم إيقافه رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد الأقسام أو أقسام الشرطة برتبة مقدم لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد أربعة وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية رشوة القضية الثانية عشر قيام عدد اثنان من منسوبي شركة الكهرباء بإحدى المناطق ومهندسي مشاريع بالتلاعب بمواصفات بعض المشاريع نتج عنها زيادة قيمة أحد المشاريع بلغت أربعمائة ألف ريال خلال أو إخلال بواجباتهم الوظيفية القضية الثالثة عشر إيقاف موظف تابع لوزارة الإعلام يعمل بأحد مكاتبها بالمنافذ البرية لاستغلاله منصبه ونفوذه الوظيفي في إدراج اسم أحد معارفه ضمن منسوبي المكتب بطريقة غير نظامية لتمكينه من الحصول على بطاقة إعفاء من رسوم الدخول والخروج القضية الرابعة عشر إيقاف اثنان من منسوبي بلدية إحدى المناطق لقيامهما بإصدار شهادة إزالة مخلفات بطريقة غير نظامية لأحد المباني المتعد مالكه على مرفق حكومي بتلك المنطقة بهدف إطلاق التيار الكهربائي للمبنى وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله أوضحت وزارة الحج والعمر أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 للهجرة إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المسجد كوفيد 19 وسيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات للمتعافين من الفيروس ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية وذلك تقديرا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة ولمن لديهم شهادة فحص مخبري بي سي آر تثبت خلوهم من فيروس كورونا ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ممن أعمارهم ما بين عشرين إلى خمسين سنة مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة وأضافت أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنه التسجيل على موقع وزارة الحج والعمر الذي ستتم إتاحته لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين الخامس عشر من شهر القعدة من عام الف أربعمائة وواحد واربعين للهجرة الموافق للسادس من شهر يوليو من عام الفين وعشرين حتى يوم الجمعة التاسع عشر من شهر القعدة من عام الف أربعمائة وواحد واربعين للهجرة الموافق للعاشر من شهر يوليو من عام الفين وعشرين حيث سيكون بإمكان من تطبق أو تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة وأضافت الوزارة أن اختير الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على إقامة شعيرة الحج باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية حفاظا على حجاج بيت الله الحرام موضحة أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج عام 1441 للهجرة تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن وفي آخر المسجدات حول فيروس كورونا في المملكة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4207 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 213 716 حالة فيما سجلت 4398 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 149 634 كما تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1968 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً ذكرت وزارة الصحة أن هناك أكثر من 100 مصاب بفيروس كورونا استفادوا من العلاج عن طريق استخدام بلازمة الدم للمتعافين وذلك ضمن دراسة بحثية شارك بها نخبة من الباحثين والمراكز البحثية في المملكة مشيرة إلى وجود أكثر من 512 متبرعاً وابانت الوزارة أنه تمت الموافقة على الدراسة في منتصف شهر شعبان الماضي ومن ثم بدأ الفريق بتنفيذ مهمه لتوسيع نطاق المنشآت الصحية التي اشترك فيها حتى الآن 19 مستشفى على مستوى مناطق المملكة وقالت الصحة أن بروتوكولات الدراسة توجب أخذ مجموعة من إجراءات السلامة والتفاصيل الخاصة بالتشخيص والتاريخ المرضي وكذلك العلامات الحيوية وفحص أولي للأجسام المضادة وكشفت وزارة الصحة عن أن هذه الدراسة لا تزال نتائجها أولية ولم تظهر فيها أي مؤشرات لخطورة العلاج وأنه إجراء آمن خصوصاً إذا تم أخذه في المراحل الأولى إلا أن الأبحاث تحتاج إلى فترة للتأكد مبينة أن جميع النتائج سيتم تقيمها ونشرها في الفترة القادمة وللحديث أكثر حول علاج المرضى باستخدام بلازمة الدم للمتعافين ينضم إلينا مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هاني الهاشمي مساء الخير دكتور هاني بداية ما مدى نجاح هذا العلاج وأيضاً ما هي إمكانية تطبيقه على جميع المصابين شكراً يا حبيب على الاستضافة كما ذكرت فالعلاج بلازمة يوصل للمرضى المنومية في مستشفى في الحالات الحرجة والنتائج الأولية لات مبشرة كما ذكرت للمرضى الذين يوصلوا لعلاج هذا في المراحل الأولى النتائج إلى الآن إيجابية فيه أكثر من مئة مريض وصلوا اليوم إلى مئة وعشر مرضى استفادة من هذا العلاج ناحية الأمانية لهذا التطبيق العلاجي جداً ممتازة ما شاهدنا أي مشاكل من إعطاء البلازمة للمرضى الموجودين حماية مركزة وهذا كان هو من أهم الأشياء نبحث عنه في الدراسة النتائج الإيجابية هذه بإذن الله ستكون كاملة في الأسبوعين القادمة حيث نشر أول على قولهم نتيجة موثقة بإذن الله بحث على مستوى المملكة من مؤتمرات بحثية ثلاثة مجموعة الباحثين السعودية وهذا شيء نستخدم جميل جداً دكتور هاني وزارة الصعب ذكرت أن هناك مئة مصاب أنت ذكرت الآن أن العدد زاد إلى مئة وعشر وهذا شيء جيد ومبشر هؤلاء المئة والعشرات استفادوا من العلاج هل هناك من بين الحالات التي استفادت من العلاج حالات حرجة موجودة داخل العناية المركزة؟ صحيح بين الحالات التي استفادت من العلاج حالات حرجة حالات موجودة داخل العناية المركزة تحت الأجهزة النقص الصناعي لكن زي ما ذكرت في تقريرك هذه نتائج أولية لا بد ان انتظار إلى انتحال البحث لكن شاهدنا نتائج هذه في كثير من المرضى جميل جداً طيب دكتور هاني ذكرت وزارة الصحة أن هناك أكثر من 512 متبرعا من المتعافين ما هي الآلية المتبعة في التبرع وهل هذه الآلية إلزامية أم أنها تطوعية واختيارية للمتبرعين طبعا هي تطوعية واختيارية 100% المشاركة في الأبحاث عادة تكون باتفاق وقبول الطرف المشاركة فلابد يسرح البحث كاملا للمتبرع ويعطى تفاصيل البحث ومشاركة تكون طوعية ذكرت أن دخل 112 كانوا قبل تقريبا كم من يوم اليوم برضو نسأل العدد الزجاج في 116 متبرع فالعدد في زياد ونسبة الإقبال على التبرع عالية جدا في المملكة لكن هناك اشترافات مهمة في الدراسة لها علاقة بالسلامة سلامة المتبرع أولا بشكل رئيسي وسلامة الشخص اللي تنقل لهم بلازمة مجموعة من الإجراءات السلامة أخرى فليس كل من يطاب بالفيروس ويريد التبرع حيث يستطيع التبرع في النهاية يرى الرقم بصير جدا بالمقابل بالأعداد المتعافين الكبيرة جدا الحمد لله في المملكة ولكن اشترافات السلامة مهمة جدا فلابد نلواح بيكون ناتما عميئة المياه نعم إذن مدير مركز الأوران بمستشفى الملك فهد التخصصي بدمام الدكتور هاني الهاشمي شكرا جزيلا لك استفاد أكثر من نصف مليون شخص من خدمات عيادات تطمن ومراكز تأكد منذ بديل عمل فيها وحتى الآن في مختلف مناطق المملكة ووضحت وزارة الصحة أن عيادات تطمن خصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية ودون الحاجة إلى موعد مسبق إذ قدمت خدماتها حتى الآن أو قدمت خدماتها حتى الآن لمئتين وثمانية آلاف مستفيد في حين خصصت مراكز تأكد للذين لا يشكون من أعراض أو لديهم أعراض خفيفة ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب وتقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق صحته وبلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز مئتين أو ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألف مستفيد أحبتنا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أكثر من سبعمائة وخمسين ألف مسافر عبر مطارات المملكة منذ السئنة في الرحالات الداخلية أهلا بكم من جديد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تجاوز أعداد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة سبعمائة وخمسين ألف مسافر غادروا عبر أكثر من تسعة ألاف رحلة وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها لإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن وصول أكثر من خمسة وخمسين ألف مواطن ومواطن على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة اختتمت أعمال الاجتماع السادس والأربعين للجنة منظمة السياحة العالمية الذي استضافته المملكة بمدينة الباحة بحضور وزير السياحة للساد أحمد الخطيب وناقش الاجتماع التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم في قطاع السياحة إثر جائحة كورونا وشاد الخطيب بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية من قبل لجنة الأزمة التي شكلتها المنظمة وشاركت المملكة في عضويتها استطاعت إدارة الملفات الموكلة إليها باقتدار لتعزيز التعاون بين المنظمة والجهات المعنية بالقطاع السياحي ومن ذلك خطة الإنعاش والتعافي وأكد الخطيب أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي برأس مال خمسة عشر مليار ريال من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة مؤخرا لدعم القطاع السياحي مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز صناعة السياحة وعاني الدور الذي تقوم به المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في مجال السياحة لمناقشة الأثار السلبية التي عانى منها القطاع السياحي نتيجة الأزمة دعم سخي من المملكة يمثل أهمية كبيرة في تشغيل محطات الكهرباء والمستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية حيث قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتشين منحة المشتقات النفطية السعودية لتوليد وتشغيل الكهرباء في محافظة المهرة دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحة المشتقات النفطية السعودية لتوليد وتشغيل الكهرباء في محافظة المهرة والتي دخلت عامها الثالث على التوالي حيث استفاد منها أهل المحافظة على مدى عامين ماضيين ميناء نشطون كان قد استخبل الباخر التي تقل المنحة النفطية السعودية والمخصص لشهر يوليو وعلى متنها كمية من مادة الديزل تبلغ أربعة ألاف وثمانمائة طن دعم المركز السعودي مادة الوقود إلى محافظة المهرة يؤكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني أمام احتياجات الإنسانية التي يحتاجها من ضمنها الكهرباء هناك مشاريع استراتيجية تقوم بها المملكة في اليمن منها إنشام محطة كهربائية بقوة 40 ميجا في المهرة وهذا سيساعد الكثير من المواطنين من الحر وأيضا سيوفر لهم الكثير من الخدمات الإنسانية التي يحتاجونها دعم وإن بدى مألوفا لما تقدمه المملكة العربية السعودية إلى أنه يمثل أهمية كبيرة في دعم وتشغيل محطات توليد الكهرباء والمستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية في الوقت الذي يستعد فيه البرنامج السعودي لإعادة عمر اليمن إنشاء محطة كهرباء بقوة 40 ميجا وات ومشاريع طرق مرورا بمدينة الملك سلمان الطبية وامتدادا لما نفذه من مشاريع خدمية وتنموية في قطاع الكهرباء والتربية والصحة وغيرها البرنامج السعودي لإعادة عمر اليمن يقوم بجهود مكثفة لإعادة العمار والإغاثة في أكثر من الجانب ولا سيمة في محافظة المهرة التي يقوم بجهود ملموسة في مجال الصحة وقطاع الكهرباء حيث من المقرر أن تزود المهرة بـ 40 ميجا وات من الكهرباء على حسب البرنامج السعودي لإعادة عمر اليمن فما يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو مثال واقعي وحي على جدية المملكة العربية السعودية في مساعدة وتنمية اليمن لبناء مستقبل أفضل لليمنيين من خلال العمل على توفير كافة ما يحتاجه المواطن اليمنية في محافظة المهرة ومختلف المحافظة اليمنية مروى النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن ولانا يلاحبا ننتقل الزميل محمد الوهيبي مساء الخير محمد ما هي أبرز ما لديكم من ملفات في مجمل القول حياك الله أحمد وسادة المشاهدين الكرام ملفنا الأول الذي نبدأ به هذه الليلة هو حول البيان الذي نشرته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الساعة الأخيرة حيث أنها وضعت يدها على مكاما الخلل وباشرت قضايا جنائية تصل إلى 105 قضايا جديدة والمتحدث الرسمي للهيئة سيكون بإذن الله معنى بعد قليل في مجمل القول الحديث عن هذا الموضوع أما في النصف الآخر من الحلقة فسنتحدث عن التوغل والتدخل التركي في الوطن العربي أدعوك والسادة المشاهدين الكرام للمتابعة شكرا لك محمد وأنتم أيضا أزالي المشاهدين ابقوا معنا لمتابعة برنامج مجمل القول وباشرتنا بعد ختام هذه المشروع وفي ختامها نذكركم بأبرز عنوينها المملكة تؤكد على وحدة وسيالة الأراضي العربية وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد المنطقة حيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددا من القضايا الجنائية وزارة الحج تعلن أن نسبة الحجاج من المقيمين ستكون سبعين بالمئة وأن الاختيار يحدد بالمعايير الصحية ووزارة الصحة تؤكد أن عددا من مصابي كورونا استفادوا من علاج بلازمة الدم للمتعافي شكرا لكم مشاهدين الكرام ونذكركم بالالتزام بالاحترازات الصحية في رحلة العودة إلى الحياة الطبيعة دمتم في رعاية المقيمة اشتركوا في القناة